كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني لمواجهتي موريتانيا بتصفيات كاس الأمم الأفريقية هنكسبهم بإذن الله مش غرور ولا ثقة زيدة بس عشان إحنا عندنا الإمكانيات والأهم عندنا الحماس والروح والرغبة إن إحنا بجع تاني منتخب مصر في المكانة الطبيعية بتاعته مكانة فيها ضمان للصعود لكاس الأمم الأفريقية فيها منفسة على ضقب كاس الأمم الأفريقية فيها من المفترض ضمان للصعود لكاس العالم وليه لا نبقى في مكان كويس في كاس العالم دي الحالة دلوقتي في منتخب مصر والكل متفائل والكل مبسوط والكل متكاتف النهاردة الدكتور أشرف الصبح وزير الشباب الرياضة والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكل المسؤولين موجودين مع المنتخب في المعسكر دعم ومسندة ويلا كلنا معاكم اللعيبة النهاردة الصورة اللي بتطلع فيه اتسامات وفيه تفاؤل وفيه روح حلوة واللعيبة كلها مع بعض والناس عايزة تعمل حاجة لمنتخبنا بجهاز فني وطني محترم عنده من الروح والحماس اللي هو عنوانهم يعني كابتن حسام حسن كابتن إبراهيم حسن وباقي الجهاز المعاون كل الناس عايزة منتخب مصر في أفضل حال وأفضل مكانة بإذن الله ندعم ونساند ودائما وأبدا بنقول الجملة دي وبكررها كتير كل شوية بقولها وهقولها تاني وتالت وألف لما بنتكلم على منتخب مصر لما بنتكلم على قائمة منتخب مصر لما بنتكلم على تشكيل منتخب مصر بنقول اللي احنا نفسنا فيه بنقول قراءنا في الكورة بنقول احنا بنحب مين وما بنحبش مين بنقول احنا بنشوف مين أحسن ومين مش أحسن احنا احنا كده بنقول قراء في الكورة بس الأكثر دراية بكل شيء في منتخب مصر وكل لعب في منتخب مصر هو كابتن حسن وجهازه المعاون يعني هو عارف هو واخد فلان ده ليه هيلعبه امتى وهيلعبه ازاي وهيخدم على خطته ازاي كل ده اللي يعرفه بس كابتن حسن افكاره هي اللي في دماغه وبالتالي عايز اللي يطبقها احنا بقى بنبرة والله يا عم كابتن حسن كنت خدت فلان طب وده ما يتخذش ليه حرام عليك فلان كان لازم يبقى موجود وانت واخد فلان ليه نقعد نتكلم بقى نتكلم في الكورة دون تجاوز ودون مبلغة يعني ايه يعني كابتن حسن ما خدش فلان ازاي يعني هو ايه ده هو احنا بيقل في الكابتن حسن هو مش فاهم الكابتن حسن هو مش عارف الكابتن دي كده مش عارف كنت هغلط انا كمان بس دي كده مش مش لطافة منك مش احترام منك لجهاز المنتخب مش احترام منك للكورة نفسها قول رأيك زي ما انت عايز دي كورة فاحنا كلها نقول رأينا فيها بس دون تجاوز ودون يعني ايه مبلغة في فرض الرأي كابتن حسن حسن ما خدش فلان عشان عايز فلان عشان شايف فلان ده مستقبل شايف فلان ده والتطبيق معين للمركز ده في المكانة دي افكاره احنا امتى نتكلم مع اي عايز فني مش بس جهاز فني بقيادة كابتن حسن حسن اي امتى نتكلم نتكلم لو النتائج وحشة والنتائج حلوة سواء في تصفيات كاس الامم او تصفيات كاس العالم ايه لي خلينا نتكلم اصلا ونقول ونقعد ننتقد ونهاجم ونعمل حاجات اللي احنا بنعملها دي ليه يعني ديكري